السلام عليكم منتخب فرنسا يضرب توشويلي اثنان واحد في الشعوط الاول تقدم منتخب فرنسا ضد توشويلي متقدما بنتيج اثنان واحد خلال اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين حاليا على ملعب في لوادروم في العاصمة الفرنسيات باريس وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها المنتخبان حيث يستعد الديوك لمنافسات 2024 يورو فيما يستعد منتخبة توشويلي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تقدم المنتخب اللاتيني عبر لاعبه مارسيلين يونونيز في الدقيقة 6 وسجل الديوك ثنائية عبر يوسف وفانا ويران ديكولو موانيا في الدقائق 18 و25 وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي حراسة المرمى مينانا الدفاع كلاويس ساليبة كوناتي فيهيرن أنديز الوسط تشواميناي فوفانا كما فينجا الهجوم كولو مواني جيرو كيليان مبابي ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة كمرشح للفوز نظرا لوجود العديد من النجوم في صفوفه مثل كيليان مبابي وانطوان جوريزيمان وبول بوجبة بينما يعاول المنتخب تشيلي على نجمه اليكسيس سينشيز وقائد الفريق ارتولو فيدال وتقى المنتخبان الفرنسي والتشيلي ثمانية مرات في تاريخهما حقق خلاله المنتخب الفرنسي خمسة انتصارات بينما تعادل مرتين وفازت تشيلي مرة واحدة ويسعى منتخب فرنسا لمحوى آثار الهزيمة الماضية أمام منتخب ألمانيا بانتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب جيروباما ستاديوم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسة بطولة أمم أوروبا 2024 أحرز فالوريان في يارتز هدف التقدم لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة من صناعة توني كاروس نجم ريالو مدريد العائد من الاعتزال وأضاف كأي الهدف الثاني في الدقيقة 49 واستبعد ديديه ديشام بالمدير الفني لمنتخب فرنسا أنت وانجوريزيمة أن جماءة لوتيكو مدريد من معسكر الديوكي للشهر الجاري بسبب الإصابة إلى بأركول جناح باريس سانجيرمان الذي أصيب المباراة الماضية وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم